اشتركوا في القناة وفريق الحركي وفريق التقدم الاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبر مبادرة مشتركة لطلب تشكيل لجنة نيابية لتقص الحقاق بمجلس النواب إلا أن هذه المبادرة قد لا تنجح بسبب غياب أغلبية برلمانية توافق عليها بالنظر إلى الأغلبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة أو أحزاب المشكلة لها والتي تصف المبادرة بالبهلوانية وترفض جملة وتفصيل أن التشكيك بتعامل الحكومة مع قطاع المحروقات وكل ما ارتبط بقضية الجازوال الروسية التي كانت محطة سؤال طرحه الفريق الاشتراكي في البرلمان إلا تحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أرحب باسميكم بالدكتور العباس الوردي والصدر القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط دكتور الوردي أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسهلاً أخي لمفرل وشكراً للصدفة أهلاً ومرحباً بك هي آلية دستورية يتيحها القانون للفرق والمجموعات النيابية من أجل أن تمارس دورها الرقابية على الحكومة على السياسات العمومية على التسيير الشأن الداخلي وبالتالي لها متطلبات من أبرزها أكيد ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين لماذا طرحت فرق المعارضة هذه المبادرة وهي تعلم أن لا تملك هذا الثلث لا تملك هذا النصاب وكأنها جعجع في فنجان كما يقال وأولاً هذا ملتمس الرقابة وسلاحه منذ حدين خاصة أن الفصل العاشر من دستور المملكة المغربية في سنة 2011 هذا يعطيه هذه الآلية للمعارضة أجل أن تطلع بمهامها الدستورية وكذلك أن تسير في توجه لبناء جسر لا أقول يجابه ولكن يقيم ما تقوم به الحكومة من سياسات عمومية ولكن الجانب الثاني هو الذي يتعلق بما هي حصول فرق المعارضة على الأغلبية المناسبة وكذلك المريحة التي تتمتع بها الحكومة من أجل تمرير هذا بطبيعة الحال الآلية الدستورية اللو هي بطبيعة الحال ملتمس الرقابة مسألة الأساسية يجب أن نكد عليها في هذا المبادر هو أن المعارضة بطبيعة الحال وخاصة في التوليفة الدستورية الحالية ستمتع بجموعة من الأضوار وهذا يبين على أنه بالرغم من قلة العددية التي لا أقول تعاني منها المعارضة الحالية ولكن شأت الأقدار على أن انتخابات شريعية لم تعطي الصبق لهذه الحزب التي بطبيعة الحال عدديا لا تصل إلى العدد الذي تتمتع به الأغلبية سواء على مستوى التلت المطلوب على مستوى الغرفة الأولى أو على مستوى الغرفة الثانية مسألة الأخرى فيما يتعلق من جمعات ميناء القضايا الحارقة لأن استراد البترول أو الغزوال الغزوال الروسي طرح أكثر من عالمة استفهام لأنه بطبيعة الحال يمسألة تمس السوق الوطنية وبالتالي فأن تقوم باستيراد أحد المواد الحيوية التي بطبيعة الحال تعرف غلاء فحشا على مستوى الدولي فذلك بطبيعة الحال يسأل الحكومة وكذلك يؤكد مرة أخرى على أنها يجب أن تضع يدها بجانب يد المعارضة التي يكفل لها الدستور الحق في التفاعل مع مثل هذه القضايا فيما يخص الموضوع وسنطرق لتفاصيله ولكن قبل ذلك اليوم تؤكد بأن لا أمل في تشكيل هذه اللجنة بالنظر إلى عدد الفرق وأيضا المجموعة النيابية مجموعة العدالة والتنمية عددا لا يمكن أن يشكلوا هذه اللجنة والأغلبية الحكومية يواضحة لأن الخارطة السياسية الآن هي بطبيعة حال فريدة من نوعها اعتبارا أن ثلاث أحزاب تمكنت من حصد صوات كبيرة وكذلك قوة عددية على مستوى بطبيعة الحال خاصة الغرفة الأولى وبالتالي وكذلك الغرفة الثانية فيما يتعلق بطبيعة الحال النقابات المهنية وغيرها من الأمور التي أكدت مرة أخرى على وجود هذه الأحزاب الثلاثة بقوة وبالتالي فالمعارضة تقوم بما عليها بنص الدستور وبالتالي على الحكومة كذلك أن تقوم بتكريس أدوار المعارضة على أرض الواقع ما عندما تدير الحكومة؟ ما عندما تدير الحكومة اليوم أنت تقول لك أنت ما عندك أغلبية هذه هي نتائج لا هذه معادلة ديمقراطية لا ولكن هل ستمنح الأغلبية مثلا التي وصفت الخطوة بالبهلوانية تخيل معي البهلوان نعرف ما تقصد بالبهلوان والخطوة البهلوانية هي طلب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدلة والتنمية للجنة تقصي حقائق في القزوال الروسي والحكومة تأتي وتصف ذلك بالبهلواني ماذا تريد من الحكومة أن يخرج منها مثلا حزب الأصالة والمعاصرة وأعضاؤه يصوتون على لجنة تقصي الحقاق لتحصل المعارضة وفرقها على الأغلبية الحكومة رافض الخطوة أصلا ولو سيتم ورفضه بقوة العددية الأغلبية ستكون له رمزية بالنسبة للمعارضة على أن تقوم بأدوارها حتى الشارع المغربي سيرى بأم عيني على أن المعارضة تقوم بأدوارها لأنا كأكاديم لا أدافع عن هذا الطرف أو ذاك ولكن المعادلة تستطيع على أن تنصت كذلك الأغلبية لانشغالات المعارضة لا هذا لا جدال في ذلك ولو على أساس في لجنة تقصي الحقاق دكتور الوردي أنت اليوم في لجنة تقصي الحقاق القصة بدأت من طرف الاتحاد الذي هو بالمناسبة غير موجود مع هذه الفرق والمجموعة النيابية التي تريد أن تشكل هذه اللجنة ربما سيكون موجودا في الأغلبية المقبلة ربما إن كانت هناك أغلبية جديدة إن كان هناك تعديل وإن كان هناك تعديل الحكومة قد تحسب لك هذه المعلومة في حال حدث ذلك ولكن لا بكل صدق الاتحاد الاشتراكي بنفسه هو غير متواجد اليوم في هذه المجموعات أو هذه الفرق التي تريد إنشاء لجنة تقصي حقائق بمعنى آخر حتى المعارضة ممزقة وأنا كحكومة وتتهمني بتضارب المصالح وأنت تعلم أن رئيس الحكومة لديه شركة من كبريات الشركات أوكي لا يسيرها اليوم لأنه تخلى عن مناصبه التجارية بعد توليه المنصب سياسي تعلق برئاسة الحكومة ولكن هناك من يصطاد في الماء العكر دائما ما يريد أن تكون تلك الأمور يعني مكان لليذرع رئيس الحكومة ويعني ربما التشكيك أو قاول بأن هناك تضارب في المصالح أو هناك شبهة فساد فماذا تطلم الحكومة؟ ستصفها بالبهلوانية وستقف ضدها وستمنع أن يكون هناك لجنة بالقانون لأن لديها الأغلبية أكيد أكيد كما قلت قبل قليل فعطفا كذلك على جوابك فالحكومة لها تلك من قوة العددية وكذلك عندما تصف هذه الحركة بالبهلوانية فهذا بطبيعة الحال يؤكدوا على أنها على موثوقية من المعطيات التي ستوفر عليها أنه لو لم تكن متوفرة على موطاية حقيقية لما واجهت المعارضة بهذه الدراوة قال العشرة في المائة نسبة استهلاك القازوال الروسي ومشي في ندوة صحفي أكيد 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 وقلنا أكرم مش من اليوم أكيد أكيد من زمن ومقابل الحكومة السادقة والمغرب يستورد القازوال الروسي ولكن اليوم السؤال الذي يطرح بأنه بأي ثمن شرية هذا القازوال هذا هو السؤال وإن كانت شركات التي اشترت هي فاعلة في السوق المحلية فلماذا لم يؤثر ثمن هذا القازوال الروسي المنخفض الذي لا يشتريه أحد بعد الحصار المفروض على روسيا لماذا لم يؤثر على السوق الداخلية وشهدنا أن هناك مبيعات بأثمنة ليست كتلك الأثمنة المسجلة اليوم في الأسواق هو دواء بيت القصيد على أن هذا السجال هو لطبيعة سياسية بين الأغلبية والمعارضة نعم لأن بطبيعة الحال المعارضة تريد أن تجابها الحكومة بتقديم مجموعة من الأمور التي بطبيعة الحال كان حتى على المعارضة قبل أن تطلب بطبيعة الحال لجوء إلى هذا الحق الدستوري لو أحداث لجان تقصي الحق أن تبرز ما هي المعطيات التي لديها قبل أن تصل إلى التشكيك في ذمة الحكومة وكذلك في بناء هذا الزوبعة التي بطبيعة الحال أكدت الحكومة على أنها بهلاوانية مسألة أخرى تلي وتكمل هذا المصار هو الحديث عن بطبيعة الحال استيراد كان هناك حديث عن استيراد بواخر من الغاز بطبيعة الحال الروسي في الأوين الأخيرة وبنكرتها وتخزينها في مصفة سامير والحال على أن بطبيعة الحال كانت هناك تغطية إعلامية لهذا الموضوع وكذلك على هذا الأساس يمكن القول على أن التتبت أولا من المعلومة ويشئ بطبيعة الحال مرغوب فيه لا من لدني الأغلبية ولا من لدني المعارضة ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه في هذا الباب ماذا قامت به لجان تقصي الحقائق في السابق لأن هذه ليست هي السابقة الأولى على مستوى التدبير الشريعي وكذلك الدور الأساسي للمعارضة في بناء التوجهة السابقة الديمقراطية ولكن هل هذا حتى النتائج التي تتيبها ولو تحقق أمره تمريري بطبيعة الحال إحداث هذا اللي جان تقصي الحقائق هل ستكون قرارة هذا السابقة قريري هذا والإشكال استغياته هو رئيس فريقة التجمع وطني الأحرار لكن لديه دلالي بشي القاضة هذا ما قلته نعم القاضة يعني سير رفع دعوة بالحق المدني أكيد ولا تخلى عن صفتك السياسية ولا عن مؤسسة مجتمع مدني ولا غير ذلك ولا بشخصك وصفتك المعنوية وصير رفع الناس متأكدون بأنه لا لا يوجد شبهات فلماذا هذا الإصرار من أجل أن يكون هناك كما تفضلت سجال سياسي ربما أو تسييس لمسائل هذه المسألة الخطيرة المغرب يستورد الفحم الحجاري نعم الروسي نعم من أجل إنتاج الكهرباء أكيد والمغرب يستورد الغاز الروسي والمغرب يسعى لاستيراد غاز مسال من قطر مثلا وأن يخزن مستقبلا في ميناء لوجستيكي وعبر إسبانيا كذلك اليوم نحن أمامه أماما فتاحا على الأسواق الطاقية بل أكثر من ذلك كنا كدول الشرق الأوسط ربما والمحيط المحيط بتلك المنطقة استفادت من بترول للعراق الذي كان يباع من داعش أكيد يعني تخيل تضغ أموال في أرصد الجماعات الإرهابية فلذلك اليوم هل تعتقد بأن بالفعل المشهد السياسي تسيطر عليه التشاذبات وشد لي أم أنه بالفعل للمعارضة حق في أن تفعل هذه الألية الدستورية تقصي الحقاق التي كانت في قضايا كبرى عبر التاريخ المملكة حقيقة رفع صقف مطالب المعارضة فيه شيء من المزيدة لماذا؟ لأننا قلنا على أن الحكومة الآن في إطار تنزيل برنامجها الحكومة أولا ثم المرحلة الحالية التي تعيش المملكة على غرار جملة من الدول هي مرحلة استثنائية هي مرحلة طاقية بأمتياز لأن هناك ندرة بطبع الحال منابع تزويد السوق الوطنية بالطاقة التي أصبحت تكلف الشئ الكثير ثم أصبحنا نرى على أن بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأحزاب الأغلبية التي لا تلتزم إلى جانب الفرق الأخرى والآن المتحدة الشراكي الذي بطبيعة الحال كانت هناك حد الندوات المخصصة داخلها بطبيعة الحال ردهات الغرفة الأولى مجلس النواب ولم يحضر إلى جانب التقدم الشراكية وكذلك الحركة الشعبية وكذلك المجموعة النيابية للعدلة والتنمية وبالتالي ما ينقص الآن المعارضة والالتزام لأن فرق الأغلبية الجميع وفرق الأغلبية كذلك أنا لا أدافع عن الأغلبية ولكن تقيم عملها وكذلك تواكب هذا الرزنامة التدبيرية المقترنة أولا بمسألة الثقة لأن ما المنح الثقة لتنصيب الحكومة بطريقة دستورية هي الغرفة الأولى وبالتالي فذلك مرباط المرتبط بالثقة على أساس البرنامج الحكومي ربما كان على المعارضة أن تتفعال معه على أساس ذلك أن لا أقول النقد الذاتي ولكن تلك الأسس وكذلك المقاومات التي كفلها الدستور بطبيعة الحال المعارضة كمقترحة قانون على مستوى المجلسين كذلك الأسئلة كذلك بطبيعة الحال المشاركة في مجموعتهم من المنابر إعلامي من أجل تنوير الرأي العام ولو كانت لك دلائل بطبيعة الحال لا قدمتها من أجل تنوير الرأي العام والمنافذ هي كثيرة فكانت تعلم المعارضة منذ البداية على أن لن تحصل على الأغلبية لا هي لن تحصل بطبيعة الحال لأن تلات أحزاب هي تحصل نسبة جد مهمة صوت نعم نسبة مهمة لا يمكن أن يكون بمقدور فرق المعارضة على أن بطبيعة الحال تمرره ولو شيئا بدون بطبيعة الحال وجود توافقات تتوستين على نعم على مستوى بطبيعة الحال الغرفة الأولى بالدرجة الأسس أنا أسف الرقم هو تتوستين تتوستين فيها تقدم الاستراكية فيها الحركة الشعبية ومجموع النيابية للعدل والتنمية نعم اليوم هل هذا هو فشل جديد للمعارضة بكل ما تحمل الكلمة بمعنى آخر درجة يقول لا تتعلق أين تتفلق ما تتعلقش في أن تفلق أجدك تقول لجنة تقصي حقاق وأنت تعلم بأنك يعني هي ربما توصيف الأغلبية توصيف الأغلبية بالحركة البهلوانية يعني أشاروا فيها إلى الاستعراض يعني أرادوا ربما الاستعراض أرادوا ما يسمى بالشو وأنت تعلم أنه يعني أنت قلت غدير لجنة تقصي ما عندكش أغلبية كيفش غدش مع الأصوات ولكن من ناحية أخرى قد تكون هناك قراءة أخرى بأن المعارضة حين تدعو لجنة تقصي حقاق فهي تمارس الدور الدستوري نعم وبأنها ستستنفذ كل الخيارات الدستورية التي تمنع تطبيقها الخارطة السياسية الموجودة عليها الآن المملكة في البرلمان بغرفته وحتى في الغرف المهنية ومجالس الجهات والمجالس الجماعي وبعد ذلك وعد ذلك قد تلجأ إلى شيء آخر أليس كذلك يعني حتى أنها تفعل هذه الخطوة فيه إشارات فيه رسائل لننسى أن أحد أقطاب المعارضة قال قد نلجأ للتحكيم الملكي هذه مسائل بطبيعة الحال ليست بالجديدة على مستوى الخارطة الديمقراطية على أسس بالدرجة الأولى الديمقراطية التمتيلية نلجأ للتحكيم الملكي بطبيعة الحال هذا له مسوّغته له شروطه له أليته لكي نكون فرغماتيين يعني أصبحوا يضعون أمام الأغلبية كل الإجراءات الدستورية التي يمكن القيام بها لم يستبعدوا أي إجراء أن تضع أمام الأغلبية هذا النوع من الإجراءات فالدستور لا يمنعك كذلك الحكومة تتفاعل معك لن تصويت معك أما إذا قدمت مقترحات قواني وقمت بتدبير التشريع على مستوى اللجنة التشريع بمجلس النوب التي ترأسها المعارضة وكذلك كما نقول دير العصاف الرويضة من أجل تبيان جملة من القضايا ذات البنية الاستراتيجية وكذلك الواقعية لأن مسألة الواقعية مسألة الأساسية لكي لا نصف تلكم الخارجات بالبهلوانية أو بالمناسبة أو بالسياسوية هذه المسألة السياسوية أصبحت تنخر جسم الحز السياسي السياسوية مبرر ما لا مبرر في تعامل الأحزاب فيما بينها اليوم أكيد هذا النوع من لجان تقصي الحقائق ولا بطبيعة حال ملتمس الرقابة ولا غيرها ولا صحب التقى ولا غيرها هذه مسألة تتمين الطابوهات حتى المشاريع يكفلها لبطبيعة حال هذه الأطياف المكونا وعلى مدى الحياة النيابية في المغرب أسست لجان تقصي حقائق وكانت في مواضي حساسة حتى داخل الوطن وكانت لها النتائج في إبانة زمن كورونا كان هذا التوجه وتفعلت معه الحكومة والسؤال الذي يطرحنا أحد هذه اللجا من أجل أن تتشكلها دكتور الوردي بعيدا عن الدستور وما أعطاه من حقوق وواجبات وأيضا الدستور الذي كان لديه ربما بطريقة أو بأخرى حين ثبت الخيار الديمقراطي أن هناك ضرائب ربما تكون قاسحة شوية على من لا يملكون الأغلبية حيث يحكم صوت الأغلبية في القرارات في التشريعات في أمور كثيرة جدا حتى عرقلت الأمور الرقابية أن وجدت ومنها هذه الألية لجنة تقصي الحقار لا تعتقد بأن اليوم هناك يوجود أيضا ألية دستورية أخرى كالمهام الاستطلاعية التي كانت في الأسواق وكانت تارة في الأدوية بعد جاءة كورونا وكانت في أمور متعددة لا تعتقد بأن كل ذلك يبشر بأننا على صفيح ساخن من نقاش سياسي من مواجهة سياسية ستكون ما بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة فيما تبقى من أشهر أو في السنتين المسبقيتين من الولايات الحكومية الحالية هو صحيح الخارجات الحزب تقدم الشراكية الذي رسل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتردي وخلونا خرجوا عن الموضوع ولكن تردي الوضعية المرتبطة بالأسعار كذلك بطبيعة الحال عبدالله بن كيران رئيس الأمين العام لحزب بلاغ ولا خطاب في البلاغات والخطابات وكذلك التويترات وما يتعلق بمجموعة ميناء التوجيهات هذا لا يمنعه لا الدستور ولا القوانين التنظيمية ولا كذلك قانون الأحزاب بسألة أخرى كذلك فيما يتعلق بالحركة الشعبية صعود محمد أزين بطبيعة الحال أعطى لمسة ربما مغايرة لمكانت عليه الحركة الشعبية هذا ليست مزايدة من شخصية المتوضة ولكن الرجل أصبح يتحدث بطبيعة الحال بنبرة المعارضة لا طالما كان متحدثا صليطا ولكن كل يوم أنصر أمين عام هذا الصلاة من لدون أمين عام بطبيعة حالية فيها إشارة مختلفة على أن الحركة الشعبية قد غيرت من لجتها وغيرت من نبرتها ولأن أصبحت تريد أن تبين لأول المتتبع وكذلك للناخب على أن الحركة الشعبية هي لسان الناخب على مستوى الغرفتين نعم فيما يتعلق بالقيام بالأدوار المعارضة وتغيرت ربما الطاقة التي يندفع بها الحزب أكيد يعني لشتي اليوم الأمين العام بالدرجة كان يقوله دهير حالة لا يترك موضعا إلا وقدم فتوى فيه حتى في الدين ويقدم الفتاوي ويقدم الانتقادات الذي عوى بسلطة لسانه وأيضا سلطته اللغوية كما يقال عضاء الحزب أيضا من سوش قضية التي شغلت رأي العام المغربي مثلا قضية لخصم في مزار كندر في تلك الجماعة والمعارضة الشريسة التي يتعرض لها هناك ولكن أيضا التمسك بالمبادئ التي جاء من أجلها في تلك المنطقة أمور كثيرة جدا تحدث عادت إلى الواجه الحركة الشعبية ولكن دائما وأبدا يبقى كل ذلك كما قلنا بطلب لجنة تقسي الحقائق بالمهمة الاستطلاعية بالمجهودات التي تبدلها الفرق البرلمانية برؤسائها وأعضائها في البرلمان أو في مجلس المستشارين تعجع في فنجان بكل ما تحمل كلمة من معنا الأثر الذي يريده المواطن يجيب رأي أنا أرى أنا أرى أنا أرى هذا هو الفرق بين السياسوية وبين البراغماتية لأن المواطن ينتظر لغة البراغماتية واحد زائد واحد تسوي اثنين المواطن الآن يتسأل عن دور الأغلبية وعن دور المعارضة فيما يتعلق بجموعة ميناء الملفات الحارقة وعلى رسالة الطاقة موض الغذائية أسعار هنا المغاربة نتحدث عن المكشوف دائما ولكن في نصبر هنا المغاربة نصبر وننتظر دائما على أن الحكومة ستقوم بأدوار فعلا هناك مجموعة من الآثار الإيجابية على مجموعة من السلاع التي أدت إلى تخفيض مجموعة من الأتمان وهذا كان فيه الدور المعارضة ودين الأغلبية لكي نكونوا منصفين في حق الجانبين ولكن دعونا نتحدث بصوتي الحكمة الحكومة هذه رأجت في واحد الوضعية التي هي متأزمة على غير شكلة الحكومة السابقة رأي عندها إشكالية مرتبطة بالتدخم مشكلة مرتبطة بارتباع الأسعار مشكلة مرتبطة بطبيعة الحل التجذبات التي تعقع على مستوى المنظومة الدولية شراء مجموعة من المواد الأساسية التي تساهم في بطبيعة الحل تكريسي مبدأ استمرارية الخدمة العمومية المكفولة من الدستور وغيرها وبالتالي أنا أقترح من هذا الباب على أن المعارضة تقوم بأذوارها الدستورية ولكن على أساس المعارضة البناء لأن مسألة التضامن وهي مسألة دستورية في زمن القوة القاهرة الآن نعيش على زمن القوة القاهرة ترتباع الأسعار وهذه المشاكل التي تخبط فيها منظمة الدولية لجامل المغرب كان كان على المعارضة وعلى الأغلبية كذلك أن تعقيد مجموعة من المنتديات من أجل تتحيقاش وطني حول ما هي الآليات الكفيلة بتنزيل مشروع وطني قادر على التخفيف من أثر هذه السلبية التي تعرفها لسي على الغدائية ولا غيرها أثر السلبيات كان في خطابات وبلغات تم وضع الخطوات التي يتيحها الدستور من أجل التخفيف من حدة هذه الأمور ومنها التسقيف الأسعار أكيد وكما تقول نحن في حالة طارئة أو قوة قاهرة فهنا تحضر الاستثناءات بالخصة التشريعات هناك من يقول كسؤال أخير حتى أن الحكومة وحتى وإن تعاملت ربما بشفافية في مجموعة من الملفات يجعلها في محط الاتهامات من طرف المعارضة وحتى المتابعين ما يجعل أيضا بأن رصيدها السياسي يسجل خلال هذه الأزمات وبالتالي قد تفقد الكثير في أي استحقاقات تأتي المستقبل أولا سأتناول هذا السؤال من جانبيه المواطن الآن هو واعي بخصوصية المرحلة ويعرف ما يقع في السوق الدولية مش كونهم تفقعين ولكن الحكومة هذا لا يعفي الحكومة ولا المعارضة من لعب أدوارهما الدستورية لأن الحكومة يجب علينا أن تفكر الآن ماليا في بناء مجموعة من البدائل مش مشكلة رجعوا للمقاصة لكن إشكالات يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار في بعض المواد كذلك استهداف الفئات الهشة والفئات الاجتماعي على أننا دولة تنحو منح منظومة الدولة الاجتماعية وكذلك فيما يتعلق بتعميم الاستفادة على أن الغداء هو مهم كذلك وكذلك الطاقة هي مرتبطة بالغداء والتنمية كذلك مرتبطة بمجموعة من المجالات وبالتالي فأن نسيس هذا التوجه بطريقة تخدم مصالحنا الضيقة كأحزاب لا نطيق المكوتة في المعارضة وكأحزاب نريد الاستمرار في الأغلبية بأي تمن كان فهذا فيه شيء من التعنت من طرف الجانبين لأن الآن الحكومة فعلا عليها أن تتواصل أو تزيد في منسوبة التواصل لكي لا يكون مجحف أن هناك السيبيتاس الذي يقوم بطبيعة الحركة ناطق رسمي باسم الحكومة ويطلع كل يوم خميس بطبيعة الحال عقب رحيقات المجلس الحكومي التواصل لا يقتصر السيبيتاس لا تقتصر ناطق رسمي باسم الحكومة ونقول هذه الحكومة تتواصل هناك قطاعات حساسة شكلت مصدر أزمات للمواطن المغلبي يترأس هذه القطاعات وزراء وزيرات عليهم أن يخرجوا للعلام أنا جي مثلا وزارة الفلاحة بطبيعة الحال نعم ووزارة الطاقة يجب عليهم خاصة كقطاعين استراتيجيين في هذه المرحلة بالدات أن يكثف من جهودهم إلى جانب فرق المعارضة ماذا يمنع أن توجد فرق المعارضة إلى جانب فرق الأغلبية في تدبير هذه الملفات الحارقة وتقديم مجموعة من المقترحة قلت على أن الفصل عشر من الدستور المغربي يعطي للمعارضة حق الشريع على شكل تقديم مقترحة قوانين سواء على مستوى الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية شكرا لك دكتور وبطبيعة الحال نتمنى نتمنى من هذا المنبر أن تتحمل الحكومة الأغلبية الحكومية في إطار التالوت الذي تتكون منه مسؤوليتها كاملة وكذلك المعارضة أن تعطي البدائل بدلا بطبيعة حال أن تضع على صفر رويضة تجاه الحكومة ولا الحكومة ستقبل ولا الأغلبية ستقبل على أن بطبيعة حال يكون الذي سيؤدي الفاتورة في آخر المطاف هو المواطن الذي ينتظر الشئ الكثير من الأغلبية ومن المعارضة أشكرك ولكن في إطار المعارضة تعطي البدائل أعطوا البدائل لنعطي لكسرة ما لكسرة وليكسرة أعطوا البدائل هذا كان أيضا نقاش في حلقة سابقة من الأفخاص حول الخطاب السياسي ويقولون لا المعارضة مزيدات المعارضة حسابات سياسوية أعطوا البدائل وفقا للدستور وتحدثوا عن خفض ضريبي تحدثوا عن إصلاح لصندوق المقاص تحدثوا عن تسقيف للأسعار خطوات عملية لم تكنوا نعم ولكن لا زمع للمعارضة لأنه اليوم يوضعون في قفص الاتهام بأنهم يقومون بحسابات سياسية أملا في عملية انتخابية مستقبلية يبحثون فيها عن موضع قدم عباس الوردي يوصد القانون العام جامعة 25 شكرا جزيلا وصحف طورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا موصول لكم وشاهدين الكلام على حسن المتابعة لكم أجمع التحية أينما كنتم إلى اللقاء